لجأ القاتنون بمنطقة الزكوذ ببلدية الافلاي للتزاود بالكهرباء منقولة عبر شبكة كوابل موصولة فوضويا في ذل تأخر مشروع ربط الحي بشبكة كهرباء منتظمة. جولو سكنات الحي شويدت في إطار برنامج إعانات السكن الريفي ورغم محاولات ممثلية السكان لدى المصالح المعنى من أجل تسوية الوضعية لكن لا شيء تحقق في الميدان. طورة لقينا الطلب من طرف البلدية قمنا بالدراسات اللازمة وكذلك بإرسال التقييم المالي لهذا المشروع ونحن في انتظار تسوية الوضعية المالية لهذا المشروع ونحن مستعدين للانطلاق في الأشغال. وجب التسريع في تسوية وضعية سكان هذا الحي ذلك تزامنا مع التوسع العمراني وتفاديا لمخاطر شبكة الكوابل الفوضوية.